هل سبق لك وتكلمت مع نفسك؟ إنها عادة طبيعية أن يتكلم البشر مع أنفسهم من أجل تخطيط وترتيب الأفكار فهي لا تستمر إلا لعدة دقائق فقط ولكن أثناء الإصابة بمتلازمة جوسكا يتحدث الإنسان مع نفسه لوقت طويل ومن الممكن أن يخلق مشاكل مع ذاته الداخلية ويجدب السلبية إليه دون إنصات الآخرين له أو الانتباه لحديثه الداخلي لأنه لا يبدي أي ردة فعل فيتخذ رقنا من المنزل ويمارس شروذه الدهني متلازمة جوسكا يقصد بها نوع من الاضطرابات العقلية التي تؤثر على نفسية الإنسان فيتم من خلالها خلق أحاديث افتراضية مع العقل قد تكون إما إيجابية أو سلبية ولكن أغلب الأفراد المصابين بها لا يفكرون إلا بسلبية ويتم الحوار مع العقل البشر لساعات فيمكن ملاحظة عزال الفرد في مكان ما والشرود بالمواقف والمواضيع داخل رأسه فتؤدي إلى كتم الأحاديث وعدم مشاركة الناس أو البوح بها وتؤثر على الأداء المهني والعلاقات للجماعية عند المصاب فيقع ضحية لأفكاره الداخلية ونقاشاته العميقة الأسباب توجد عدة عوامل تساهم في زيادة خطر الإصابة بمتلازمة جوسكا كقلة العلاقات للجماعية فعندما يشعر الفرد بالوحدة وعدم تواجد أصدقاء حقيقيين بجانبه يهتمون لأمره ويستمعون له قد يتخذ من نفسه صديقا ويمارس أفكاره وحواراته في عقله فقط وخاصة إذا تعرض الإنسان في طفولته لقصوة وإهمال من الوالدين وعدم الإنصاط له الفقدان أو الخدلان أحيانا يتعرض الإنسان لخدلان أو خيانة أو فقدان شخص عزيز عليه كان بالنسبة إليه كل شيء كونه يشاركه تفاصيل حياته وأفكاره وبشكل مفاجئ اختفى من حياته سيشعر هذا الفرد بالوحدة والقصوة وينعزل على نفسه ويكون طعما سهلا لمتلازمة جوسكا وإليكم بعض الطرق لعلاج متلازمة جوسكا في البداية يجب على الفرد الاعتراف بإصابته بها ويتضح تأثيرها عليه من خلال التغييرات التي تطرأ على حياته ونفسيته كالشعور بالاكتئاب الوحدة فقدان الشغب شحوب البشرة انطفاء الحماس ويتم مساعدة المريض من خلال تعلم البوح وتجنب الكتمان إذا لاحظت أن صديقك أو أحد أفراد أسرتك يعاني من هذه المتلازمة حاول الاقتراب منه والاهتمام به ومساعدته على البوح عن أفكاره الداخلية التكلم معك سيساعده على السيطرة على تشتيت أفكاره ويسهم في التخفيف عما بداخله وشعوره بالإطمئنان ومساعدته على ترتيب الأفكار داخل عقله وحل المشاكل التي تواجهه زيادة ثقته بنفسه إذا شعر المصاب بحالة نفسية سيئة فيجب التوجه إلى معالج النفسي من أجل نشل السوداوية والسلبية التي تسيطر عليه واستبدالها بأفكار إيجابية عن النفس والحياة بالإضافة لتعلم أساليب جديدة تساعده على زيادة الثقة بالنفس مثل تغيير الروتين اليومي والاختلاط بأشخاص جدد ملء أوقات الفراغ أغلب المصابين بمتلازمة جسكة يعانون من الفراغ الكبير في حياتهم فيمارسون أعمالهم دون متعة ويتوجهون إلى غرفهم الخاصة للانعزال والتفكير بها الأفضل عدم ترك مساحات فراغ كبيرة في حياة المصاب يجب ملؤها بجدول منتظم كالذهاب إلى الصالة الرياضية ممارسة هواية يحبها تسجيل في ورشة تدريبية التطوع في الأعمال الخيرية وغيرها ممارسة التدوين إن الاعتماد على تدوين الأفكار على الورق بشكل يومي يساعد المصاب في السيطرة على أفكاره وتنظيمها يجب اعتياد الفرد على تسجيل مجريات حياته اليومية والامتنان للتفاصيل التي شعر بالحب تجاهها خلال يومه وتحديد المشاكل التي واجهته ومحاولة وضع حلول للتخلص منها لأن هذه الطريقة تساعد في تخفيف كمية الأفكار المشتتة داخل العقل إذن هذا كل شيء فيما يخص هذا الفيديو الذي خصصناه للحديث عن متلازمة جوسكا وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله